موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 8 اليونت الخامس الدرس الثامن أنوان الدرس رامي and the school trip رامي والرحلة المدرسية موجودة بصفحة 72 من كتاب الطالب صفحة 70 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسم الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الدروس الخاصة بدورة الصف الرابع الابتدائي عبر فيجنا على الفيسبوك كذلك اسم الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية الي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 72 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة رامي and the school trip رامي ورحلة المدرسية listen, look and read استمع, انظر وقرأ استمع للأستاذ هو يقرأ هذا النص إذن هي عبارة عن نص للاستماع وبعدها تبع وياه look, انظر, انظر وتبع مع الأستاذ أثناء قراءته لهذا النص بعدها read يحاول التلميذ انه يقرأ مثل ما قرأ الأستاذ إذن هذا النص للاستماع والقراءة يحاول التلميذ انه يتبع مع الأستاذ قراءة هذا النص يفتهم مفرداته وبعدها يحاول يقرأ النص مثل ما قرأ الأستاذ إذن هو عبارة عن نص للقراءة number one أولا سوزان ورامي يشعرون بالحماس في صباح هذا اليوم they are going on a school trip إنهم ذاهبون في رحلة مدرسية they are going to a museum سوف يذهبون إلى المتحف they are going on a big bus وسوف يذهبون بحافلة كبيرة number two ثانيا they get up at 6.30 يصحون الساعة السادسة والنصف ننتبه الأمر هنا الأحداث مع هذه القصة يجب أن أفهمها بالترتيب إذن أول شيء يصحون الساعة السادسة والنصف وبعدها they have breakfast يحظون بوجبة الإفطار they have egg, bread, cheese and apple juice يحظون ببيض, خبز, جبن وعصير, تفاح إذن بعد ما يصحون يحظون بالإفطار أحاول أحفظ التسلسل مع الأحداث هذه القصة لأن بعد قليل بالتمرين رح يطلب من عندنا رتب جملة هذه القصة بالترتيب their backpacks are by the door حقائبهم حقائب الظهر الخاصة بيهم على الباب موجودة على الباب number three ثالثا the boss comes جاء الباص أو الحافلة everyone jumps on the bus الجميع قفز على الباص إذن بعد ما صحوا الساعة السادسة والنصف have breakfast حظوا بوجبة الإفطار the boss comes جاء الباص أو الحافلة everyone jumps on the bus والجميع قفز على الباص the teacher talks تحدث المعلم about the rules عن القوانين on the school trip على الرحلة المدرسية القوانين اللي يجب أن يتبعوها التلاميذ أثناء الرحلة المدرسية شي يقول المعلم sit quietly اجلسوا بهدوء talk quietly تحدثوا بهدوء number four رابعا the teacher gives everyone time table المعلم أو المعلمة أعطت كل واحد time table اللي هو جدول المواعيد الخاص بالرحلة here are today's time table تفضلوا الجدول الخاص برحلة اليوم number five خامسا at one o'clock في الساعة الواحدة everyone has lunch in the museum cafe الجميع سوف يحظى بالغداء في مقهى المتحف but where is Rami لكن أين Rami the teacher calls loudly المعلمة صرخت بصوت عالي أو نادت بصوت عالي Rami Rami the children shout loudly الأطفال صرخوا بصوت عالي كذلك صاحوا Rami Rami Suzanne is crying وSuzanne بدأت بالبكاء صاحت Rami Rami where are you فهنان المعلمة الصيح أين أنت يا Rami والجميع ينادي باسم Rami number six sadison at two o'clock في الساعة الثانية Rami comes back جاء Rami أو عاد Rami he has a big smile on his face وكانت تعل وجهه ابتسامة and is carrying the head of a big gold lion وكان يحمل رأس أسد كبير فاش قال look I made a lion انظروا لقد صنعت أسد فالمعلمة قالت amazing مذهل وSuzanne قالت Rami how did you make it كيف صنعت number seven ثم بعدها الجميع تفاجأوا ليش تفاجأوا لأن الأسد اللي قل لهم أنا صنعت كان عبارة عن بالون نفاخة فالمعلمة قالت it was a ballon لقد كان عبارة عن نفاخة Rami بوت بالون لقد اشترى Rami نفاخة فجميع التلاميذ ضحكوا عليه number eight ثامنا after lunch بعد الغداء the children go to the museum shop الأطفال ذهبوا إلى محل المتحف to buy presents لشراء الهدايا they look at all the things on the shelves نظروا على جميع الأشياء الموجودة على shelves الرفوف and think about how much money they have وفكروا بالأموال التي يملكوها فهنا رامي يقول I am not going to buy any more balloons سوف لن أشتري أي بالون أو نفاخة أخرى سوزان قالت I am going to buy sweets أنا سوف أشتري الحلويات وزميلتهم قالت I am going to buy cookies and crayons سوف أشتري المعجنات وأقلام التلوين هذا ما يخص هذا النشاط بعد ما قرنا النص ووضحنا مفرداته والتلميذ سمعني أثناء قراءة هذا النص يحاول الآن التلميذ يقرأ هذا النص مثل ما قراء الأستاذ بعدها ننتقل إلى كتاب النشاط Look at Ramy on the school trip story انظر إلى قصة رامي والرحلة المدرسية اللي قرناها قبل دقيقة Put the sentences in order واكتب هذه الجمل بالترتيب إذن مثل ما وضحنا قبل دقائق أنه يجب أن ننتبه إلى ترتيب الجمل ترتيب القصة أول حدث أنه صحة وساعة السادسة والنص بعدها حظوا بوجبة إفطار بعدها جاء الباص إلى آخره يريد ننانا أنه رتب هذه الجمل بالترتيب حسب القصة اللي أخذناها قبل دقائق بعدها مكتوب listen and check your answers استمع وتفقد إجاباتك إذن نحاول نرتب هذه الجمل على أساس المقطع الصوت اللي رح نستمع له الآن رح نستمع المقطع الصوتي ونرتب جمل هذه القصة بالترتيب وبعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط Track 97 Listen and check your answers One The children get up Two The children have breakfast Three They get on the bus Four The teacher talks about the rules Five The teacher gives everyone a timetable Six They have lunch in the museum cafe Seven Rami is missing and Susan cries Eight Rami comes back and he is carrying a lion's head Nine The balloon goes pop Everyone laughs Ten The children buy presents in the museum shop إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورتبنا الجمل على أساس المقطع الصوتي نجي الآن نقرأ الجمل بالترتيب Number one أولا The children get up الأطفال صحوا أو استيقظوا من النوم Number two The children have breakfast الأطفال حظوا بوجبة الإفطار Number three They get on the bus ركبوا في الحافلة Number four The teacher talks about the rules تحدث المعلم عن القوانين Number five The teacher gives everyone a timetable المعلمة أو المعلم أعطى الجميع جدوى المواعيد Number six They have lunch in the museum cafe حظوا بوجبة الغداء في مقهى المتحف Number seven Rami is missing Rami مفقود and Suzanne cries و Suzanne بدأت بالبكاء Number eight Rami comes back عاد رامي and he is carrying Lion's head وكان يحمل رأس أسد Number nine The balloon goes poop انفجر البالون أو النفاخة Everyone laughs والجميع بدأ بالضحك Number ten The children buy presents اشترى الأطفال الهدايا in the museum shop في محل المتحف هذا ما يخص هذا النشاط مجرد استمعنا المقطع الصوتي رتبنا الجمل على أساس المقطع الصوتي وبعدها قرأنا هذا الجمل هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد يعتمد على الاستماع وتذكر مفردات القصة ورتب الجمل حسب المقطع الصوتي ننتقل للنشاط الآخر Look at these words انظر إلى هذه الكلمات Each word has the letters E E كل كلمة بها هذه الحروف أما Dable E أو E A أو Y Draw a line under these letters ارسم خط تحت هذه الحروف الحروف اللي هي Dable E أو E A أو Y فرح نجي نقرأ الكلمات ونوضع خط تحت هذه الحروف وبعد قليل رح نعرف شن المطلوب حفظة من هذه الكلمات فمثلا الكلمة الأولى كلمة C C معناها بحر أوضع خط تحت حرفي ال E والA C أما الكلمة الثانية كذلك تنقرأ C اللي معناها يرى لكن هنانا Dable E وهنانا E A كلمة الأخرى كلمة Hungry Hungry معناها جائع أوضع خط تحت ال Y Cheese معناها جبن أوضع خط تحت الحرفي Dable E Teacher معناها معلم أوضع خط تحت ال E A Sweets حلويات كذلك أوضع خط تحت حرفي Dable E Green أخضر أوضع خط تحت ال E Tree شجرة Quickly أوضع خط تحت ال Y Leave يغادر Eat يأكل Twenty عشرين Sleep ينام Stream Happy سعيد Leave ورق الشجر Fourteen 14 Baby طفل Loudly بصوت عالي B نحلة بعد ما وضعت خط تحت ذن الحروف مثل ما أضرب من عندي لاحظ أنه بالنشاط الآخر يقول لك What sounds do you hear ما الأصوات التي سمعتها The sound is the same for E E E A and Y هنا أنا ينطيني ملاحظة لأن الكلمات اللي بيها Dable E و E A و Y تنطيني نفس الصوت إذا لاحظتوا كلمة C معناها بحر ألفظها مثل كلمة C اللي معناها يرى ال E A وال Dable E انطني نفس الصوت وكذلك ال Y Hungry انططني نفس الصوت اللي لفضته بال C وال C Hungry Cheese Teacher Sweets Green إلى آخر إذن هذه عبارة عن ملاحظة عن هذه الأصوات أنه دمنا لحرف Dable E وال E A وال Y ينطني نفس الصوت بعدها يطلب من عندني Listen and Say استمع وردد هنا عبارة عن قصيدة غنائية يطلب من عندني استمع وأردد بعد القصيدة الغنائية راح نستمع للقصيدة الغنائية ونحاول نردد بعدها بعدها نعرف شن مطلوب حفظه من هذه القصيدة نستمع المقطع الصوتي Track 99 What sound do you hear? The sound is the same for E E E A and Y in these words Listen and Say A hungry bee A tall tree with green leaves I see the green sea My teacher eats sweets baby please sleep quickly إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وتعرفنا أن هذه الكلمات اللي بيها Y والdouble E والأي تنطيني نفس الصوت هذا مجرد عبارة عن ملاحظة تفيدني أثناء القراءة عن ودأعرف أن كلمة مثل كلمة B الفضل الصوت الخاص بالdouble E بهذه الطريقة وكذلك كلمة C اللي E A للفض بنفس الطريقة بالكلمات اللي بيها ببلي هذا غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي فقط تفيدني بموضوع القراءة أما بالنشاط الأخير Some E A words make different sounds أنا أقول لبعض الكلمات اللي بيها E A ما تنطيني الصوت ال E طويلة مثل B أو C وإنما تنطيني صوت مختلف listen on say استمع وردد مثلا كلمة breakfast اللاحظوا أن ال E A ما لفضتها E مثل كلمة leaves leaves اللي E A قرأتها E طويلة leaves بينما breakfast قرأتها قصيرة breakfast وكلمة where يرتدي وكلمة ي أذن هذا مجرد عبارة عن ملاحظات خاصة بالأصوات يطلب أن نركز على لفض هذه الكلمات اللي بيها E E وكذلك E A وكذلك كلمات اللي منتهية في غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي قصة وضحناها استمعنا للأستاذ أثناء قراءته لهذه القصة وضحنا مفرداتها وحاول التلميذ قراءة القصة مثل ما قراءها الأستاذ وكذلك رتبنا الجمل المتعلقة بالقصة بالترتيب حسب المقطع الصوتي بالإضافة إلى ذلك أخذنا ملاحظات عن الأصوات وكيفية نطق الكلمات اللي بيها حرفي E والEA والY وأرفنا أن هذه الكلمات غير مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي وأنما فقط لتطوير مهارة القراءة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة